الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما من شيء تجده في هذه الحياة أو تحس به بحواسك الخمس حتى لو كان أمرا صغيرا مثل مجرد نقش على ورق إلا وهو موجود لسبب ولهدف فلا يوجد شيء بلا هدف في هذه الحياة ولذلك فإن الحكم تقتضي أن نستخدم كل شيء لهدفه وليس خارج هدفه يعني مثلا أنت حينما تشتري السيارة تشتري لأنها وسيلة للانتقال بك من مكان إلى مكان حينما تبني بيتا لكي يأويك البيت وترتاح فيه يقيك الحر يقيك البرد وأي شيء في هذه الحياة فهو موضوع لهدف معين يعني لو أخذنا جسمك فإننا نجد أن القلب في الجانب الأيسر من الصدر وللقلب وظيفة معينة وهدف معين من وجوده هنا يعني اختيار المكان اختيار الزمان كل ذلك لأهداف محددة لا يوجد مكان آخر في جسم الإنسان يصلح أن يوضع القلب فيه إلا في هذا المكان الذي هو فيه وكل عضو من أعضاء الإنسان إنما يقوم بعمل معين فهو موضوع لهدف محدد سلفا ما دام كل شيء موجود لهدف بالنسبة إلى عمل الإنسان أيضا كل خطوة يخطوها كل عمل يقوم به بل كل كلمة يتلفظ بها فهي لهدف محدد هذا هو ما يقوم به العقلاء العاقل لا يقول كلمة يبتلى بها العاقل لا يخطو خطوة إلا لهدف معين وهدف محدد تحديد الأهداف مسألة مهمة بل هي في الأولويات بالنسبة إلى الناجحين في الحياة لا يوجد إنسان ناجح إلا وقد حدد لنفسه هدفا لا أقول عن الأهداف الكبرى وإنما الأهداف الصغرى ولذلك فلابد أن يعرف الإنسان هدف كل شيء هدف كل خطوة يعني مثلا تريد أن تتزوج لماذا؟ هل هناك هدف محدد لزواجك؟ هل أنت حددت أهدافا معينة لارتباطك بالأنثى وارتباط الأنثى بالذكر؟ أم أن هذه الأمور مطروحة لصدف؟ لا لا يوجد شيء اسمه الصدفة في هذا الكون كل ما تجده مخلوق لهدف معين هذا ما نعتقده نحن المؤمنون بالله لأننا نرى أن الله وهو المعصوم الأكبر في هذه الحياة لا يقوم بعمل إلا لهدف محدد سلفا الله لا عبث عنده ولا خطأ عنده تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فما دام كل شيء لهدف هل حددت هدفك من الحياة بشكل عام؟ أنت جاء بك إلى هذه الحياة ثم يؤخذ بك من هذه الحياة لا بإرادتك جئت إلى هذه الحياة ولا بإرادتك ترحل عنها لكن الذي جاء بك هل كان يبتغي هدفا من مراء وجودك؟ أم أنه أوجدك بشكل عام؟ لا أوجدك بسبب معين هذا السبب لا بد أن نعرفه إذا استطعنا أن كل عمل نقدم عليه كل خطوة نخطوها كل كلمة نقولها كل فعل نفعله نجعله ضمن الأهداف الكبرى التي جعلها الله عز وجل لوجود هذه الحياة نكون من الناجحين نكون من المفلحين ذلك أن السننة الإلهية هي الحاكمة في نهاية المطاف فإذا استطعنا أن نوازن بين سنتنا وطريقتنا في العمل والحياة مع سنة الله عز وجل ننجح الناس صنعوا الطائرات لأنهم ما تحدوا سنن الله عز وجل وإنما استفادوا منها استخدموا السيارات ونستخدم يوميا القاطرات السفن كل الوسائل الحديثة التي نستخدمها اليوم هذه في الحقيقة ضمن سنة الله في الحياة وليس خارج هذه السنن لكن نتأقلم مع سنة الله يعني نفهم أن الحياة كيف تعمل أساسا الصحة بالنسبة للإنسان ماذا تعني؟ تعني أن أعضاء جسمك تعمل لما وضعها الله عز وجل للأهداف موضعة لأهداف جسمك وأنت تنسجم مع هذه الأعضاء ومع عملها ومع الهدف منها ولذلك أنت صحيح وسالم لكن إذا استخدم عضو من أعضائك في غير ما وضع له فأنت تصابه بنوعا من المرض تحتاجه إلى العلاج ما دام أن كل شيء وضع لهدف معين في هذه الحياة فعلينا أن نستخدم هذا الشيء هذه الأعضاء وما أعطان الله من القدرات والطاقات في مجالها الصحيح أن نحدد الهدف إذا لم نحدد هدفا فنحن مثل رجل في سفينة صغيرة لا يحدد نفسه هدفا وإنما ينطلق عبر البحر من دون أن يعرف إلى أين يريد الوصول ربما يتيه في المياه في المحيط إلى أن يموت من الجوع والعطش لأنه لم يحدد هدفا حدد هدفك في الحياة انظروا رب العالمين يتكلم في الآية التي بدأت الحديث بها يقول يا أيها الناس هذا الحديث ليس مع المؤمنين ليس مع جماعة معينة إنما الحديث عن المجموعة عن جميع الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم الذي خلقنا يعرف لماذا خلقنا وهو الذي حدد الهدف من خلقنا إنا خلقناكم من ذكر وأنثة نحن حددنا من يكون ذكرا ومن يكون أنثة فإذا أراد البشر أن يضع الأنثة في مكان الذكر والذكر في مكان الأنثة فإن هذا لا ينجح في الحياة ولا تنجح الحياة مع هذه القضية ليغيرن خلق الله هل يمكن للرجل أن يأخذ دور المرأة أن يحمل مثلا وأن يضع الحمل وأن يرضع طفله مثلا لا يمكن للرجل يمكن أن يأخذ مكان الأنثة ولا الأنثة يمكن أن تأخذ مكان الرجل إنا خلقناكم من ذكر وأنت لماذا خلقنا الله مختلفين لأن في الاختلاف جانبان جانب يرتبط بالزوق وجانب يرتبط بالحياة إذا كان كل شيء مشابه لبعض يعني مثلا اختلاف الألوان الفواكه التي تشتريها كلها من الأرض كل هذه الفواكه بكل ما فيها من ألوان من أديم الأرض لكن التفاح يختلف شكله عن البرتقال البرتقال يختلف شكله عن الموز الفواكه أشكالها تختلف وواقعها أيضا يختلف في التفاح من البيتامينات ما ليس في البرتقال وفي البرتقال ما ليس في التفاح وإلى آخره ربنا خلقنا ذكر وأنثى لماذا؟ لتعارفوا أن يتعرف بعضنا لبعض وإلا فإنك لا تعرف الناس تعرفهم بأشكالهم تعرفهم بألوانهم تعرفهم بطولهم وعرضهم تعرف الأشخاص بهذا الشكل أحد الناس أحد الناس انتقل من الشرق الأوسط إلى اليابان فسأل أحد اليابانيين قال كيف تميزون الأفراد بينكم كلكم متشابهين عيونكم متشابهة أشكالكم متشابهة قال نحن نتعجب منكم كيف تميزون الأفراد فيما بينكم نعم جعل الله امتياز بين الناس بالأشكال بالألوان وما شابه ذلك لتعارفوا ثم يقول ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو الهدف الكبير الذي وضعه الله للإنسان أن يأتي الإنسان إذا هذه الحياة ويتكامل وينمو ويكمل قدراته العقلية وطاقاته المدعة فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم إذن الهدف الأكبر لوجودنا في هذه الحياة أن نكسب روى الله عز وجل وكما قال ربنا وما الله ما خلقنا إلا لكي نعبده إلا ليعبدون خلق الله البشر لعبادة الله ومعنى لعبادة الله ليس بمعنى أن يسجدوا ويركعوا وهذا جزء من العبادة لكن أن نخضع لله والقوانين والمعادلات والسنن الإلهية في هذه الحياة نخضع لها ونعبد الله عز وجل ولا نشذ عنها ما خلقنا الله إلا أن نعبده هذا هو الأدف الكبير لكن أيضا في الطريق أهداف صغيرة أنت تأكل لماذا؟ لكي تكسب الطاقة لماذا تريد أن تكسب الطاقة؟ لكي تعمل فتعمل لماذا؟ لكي تأكل في الحقيقة هذا هو الدور الخطأ في العلم الذي يقولون عنه في الفلسفة أن الدور باطل لا الله خلقنا لشيء آخر أن نكسب الطاقة ثم نصرف هذه الطاقة في المجال الذي وضعه الله لنا تسأل هل الهدف أن نعيش؟ أقول لا الهدف ليس أن تعيش أنت تأكل لا لكي تأكل تشرب لا لكي تشرب إنما تأكل لكي تكسب الطاقة تشرب لكي ترتوي تقوم بكل عمل في هذه الحياة لهدف آخر أكبر منه ذلك الهدف لابد أن يكون أكبر من العمل من الفعل وتضحي في سبيل هدف أيضا أكبر بعض الناس يريدون في هذه الحياة أن يعيشوا يكسب المال ويكدس الأموال لكن لا هدف له في الحياة إلا تكديس الأموال الأموال على كل حال موجودة في البنوء سواء انتسبت إليك أو إلى غيرك الفرق في أنك تعمل بالمال ماذا؟ لماذا تريد كسب المال؟ لكي تقضي حاجاتك فإذا زادت تقضي حاجات الناس لكي تقوم بعمل ينفع لآخرين الله عز وجل خلقنا لأهداف أرسل لنا رسلا لكي يبين أهداف الله عز وجل لماذا خلقنا؟ ما الذي يريد منا؟ ما الذي يريد بنا؟ يعني الذي يريد بنا هو أن نعبده أن نطيعه وأن نكسب رضاه لكي يدخلنا في جنته وخلق الجنة قبل أن يخلقنا ولو أن أحدا تمرد على الله عز وجل فإن جهنم مخلوقة قبل وجوده هي مكان العصات والعاصين نتمنى من الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل حتى نسير فيه حتى نفعل ما نفعل في سبيل الأهداف الكبرى التي وضعها الله للإنسان نكتفي بهذا المقدار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته